الولايات التحدة الأمريكية بتتبع سياسة الاحتواء وسياسة الرضع والدبلوماسية مع إيران بمعنى تصعيد وتحريك قوات وتحريك بوارج وتهديدات وعقوبات اقتصادية وسلسلة من الحصار والعقوبات وبنفس الوقت بيبقى فيه هناك رسائل طمأنة أو رسائل دبلوماسية وتقديم وعود لإيران أنا أتخيل أن هذه السياسة سوف تستمر سواء مع الديمقراطيين أو مع الجمهورين إيلون ماسك رسالته كانت واضحة بيريد أن يقدم نفسه وهو الحقيقة ربما تكون سلطاته والتوجهات أكثر من وزير الخارجية الأمريكي لا سيما أنه هيكون المقرب الأكثر للبيت الأبيض وبالتالي هو بيطرح رؤية معانة وبجس النبض مع الإيرانيين خلال المرحلة القادمة المرحلة القادمة أتخيل في هذا الظل برضو تربع يحاول أنه يشير بعصى القوة وفي نفس الوقت يتبع الأسلوب الدبلوماسي من خلال مستشاريه لإدارة الصراع في منطقة الشوق الشرق الأوسط وفقا للمصالح الأمريكية بالدرجة الأولى